السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرق المرسلين مرحبا بكم تلميذ سنة الثانية متوسط ستجدون في هذا الفيديو الجواب على السؤال رقم 2 من أوظف تعليماتي صفحة 134 على شكل وضعية إدماجية أتمنى أن تنال أعجابكم ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وهذا فضلا وليس أمرا إذن الجواب على السؤال الثاني كما يلي طلب مني أخي أن أحدثه عن برنامج الزيار التي ستقوم بها عائلتنا خلال العطلة الأسبوعية قبل انقضاء الربيع فقلت له أخي الكريم سنقوم بزيارة خاليف الريف في هذه الفترة من الربيع البديع فهل أنت مستعد؟ رد أخي كيف أستعد لهذه الزيارة؟ هل لك برنامج لقضاء أجمل الساعات في الريف؟ قلت في الربيع سيكون الهواء عليل والنسيم جميل والمناظر خلابة وخرير المياه في السواق الجاري والأشجار تبدأ بالنطجي سنشاهد المراعي مملوء بالأغنام والأبقار في كل مكان ونتمتع بمناظر الطبيعة الخضراء كأنها بساطة أخضر والورود بأنواعها مختلفة قال أخي وهل سنذهب للجبل ونلعب مع حيوانات المزرعة؟ قلت عند خالي سنخرج إلى أسفل الوادي ونذهب إلى الجبل ونجول بين الحقول والمروج وستجري وراء الفرشات والخلفان والدجاج وسنقوم بشواء اللحم والخضراء للجمر في الطبيعة ونأكل أشهد طعام ونحن بين أحضان الطبيعة ونشرب الماء العذب من الساقية ونستنشق الهواء المنعش والنقي قال أخي ومتى تكون هذه الزيارة؟ لقد شوقتني للطعام الشهيد في وسط الطبيعة الجميلة قلت له في نهاية الأسبوع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر